أنا فتاة متجلببة وأنا معجبة بشخص وهو رجل صالح وأنا أدعو الله أن ينزعه من قلبي ماذا تنصحني يا أختي وعلاك تدعي فيه يا ربي باش نحهم القلبك علاه وعلاه إذا كان هذا الرجل صالح وأنت بحاجة إلى زوج دير كما دارت أمنا خديجة عليها رضا ورضوان راحت لما عجبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشافت الآمانة انتعو وشافت الصدق انتعو وشافت الوفاء انتعو كلفة الخادمة انتحا توسطت لها عنده توسطت لها عنده قلت له يا رسول الله إذا إذا تحب مرة صالحة وقدر كاين خديجة إذا انت يا أكيتوفي إنسان صالح وأكيتوفي بلي صالح ويوالملك زوج وأنت بدون زوج وش عليه توسطي بغيرك كلفة وحدة من العيلة انتعك تبلغ له بلا ما تقول له فلان راهي تريدك للزوج لا لا قال يا فلان انت اكنا ويتزوج قال ايه قال يودي نعرف وحدة صالحة مؤمينة تصلح لك تبني معها الدار وتدلها عليك ما هي حرام ما هي والو والحب في الشريعة الإسلامية ليس حراما لأن الحب مكانه القلب راجل يحب إمرأة ولا مرأة تحب راجل ماشي حرام وإنما وقتها يبدأ الحرام تبعوا مليح أهدئوا أهدئوا هدئوا رحكم باش تدخلكم في رأسكم خلشوا ما كتكونوا مخلقين ما تسمعوا شمليهم باتوا تقول أو الشيخ قالها وانت بسمعتوا له الحب في القلب ماشي حرام لأنه شعور من مشاعر القلب موسيقى